طيب ما يخص النادي الاهلي برضو في كلام رئيس نادي الزمالك ضد رئيس النادي الاهلي وانا اعتقد حضراتكم لعمركوا سمعتوا الكابتن الخطيب قال كلمة وحشة في حق حد لا في حق رئيس الزمالك ولا رئيس اي نادي ولا اي حد تحديدا يعني متربي يا ابني صحيح متربي عارفين يعني مش ممكن ابدا يقابل دابك ده مش ممكن هذا الالتزام وهذا الحرص وهذا الوعي وهذا السلوك يقابل بهذه الاساءات يواجه بهذه الاساءات لكن عارف عزقنا ايه انه يقدر النموذج الاخلاقي بتاع واحد زي كابتن محمود الخطيب من قبل ناس تربويين مش رياضيين حتى تربويين ولاقي احدى الادارات التعليمية في محافظة البحيرة الامتحان بتاع الاعدادية قطعة النحو فيها عن اخلاق محمود الخطيب تاني قطعة النحو فيها عن اخلاق محمود الخطيب بيقولهم ايها الشباب لتكن حياتك محبة خالصة ايها الشاب لتكن حياتك محبة خالصة لا اهل الفضل اولي الاخلاق الكريمة ليمكنك في مسيرة حياتك منافسة النابغين وهذا يتطلب منك التأسي بالقدوة الصالحة ومن هؤلاء الذين سطروا تاريخهم في عالم الرياضة باحرف من نور محمود الخطيب اسطورة كرة القدم وقد حسن الرجل خلقا وازدان موهبة واي شباب يسير على الطريق القويم فنعم شبابا هم شوف بقى معلش هصلح تصحيح صغير هو السؤال مش على محمود الخطيب الشوارب زي ما يكون بيتحداني بيقول لي طب اعرف ما تحته خط عايز يغشش طب هاتلي القطعة الشوارب هاتلي القطعة الشوارب بعد التعليق بس اللي أقول يعني هو ده مش موضوع عن الخطيب إنما هو موضوع بمناسبة هذا نموذج يعني هو هذا نموذج يتأسى به تأسى أيها الشاب تأسى بأصحاب الخلق والنوابغ حتى مهما كانوا قيمتهم في مجتمعهم زي محمود الخطيب كده يعني نموذج الأخلاقي اعرف ما تحته خط بقى قالك ليمكنك في مسيرة حياتك منافسة الناغبين وعايز يعرف منافسة هي فاعل مرفوع بالضم وهذا يتطلب منك التأسي بالقدوة الصالحة ومن هؤلاء الذين سطروا تاريخهم في عالم الرياضة بأحرف النور محمود وعايز يعرف محمود مبتدى مؤخر مرفوع بالضم الصورة تاريخ القدم وقد حسن الرجل خلقا ده تمييز منصوب وأي شباب ده مضاف إليه اللي مش مساد يسأل تماما شوارب اللي مش مساد اللي صاد زبراهيم يروح يسأل بقى لا محدش يقدر واقع غلطة ترجمة نانسي قنقر